الاستعجال ده يا سادة ممكن يخلينا يفوتنا الاشياء الحقيقية في حياتنا يفوتنا الاشياء الحقيقية في حياتنا ليه؟ لان الحاجات محتاجة نتريس الناس اللي بيستعجلوا بيتصوروا ان هذا الاستعجال هو اللي يخليهم مواكبين لسرعة العصر وخاصة مع تصورة الاتصالات والمواصلات والحقيقة مش ده مش اللي استعجال هو اللي يخليهم عندهم هذا المواكبة لا دا الاستعجال دا هو اللي خلهم يخسروا العلاقات والعلاقات تبقى خفيفة وتبقى هشة لان الانسان ما بقاش يستثمر في العلاقات لازم نفرق ما بين حكتين لازم نفرق بشكل واضح ما بين العلاقات الرصينة العلاقات المتينة اللي لازم تؤسس على معيير واهم معيار تؤسس عليه العلاقات القيم والقيم بتحتاج وقت عشان تعرفه الحالة التانية اللي احنا لازم نعرفها ان فيه فرق كبير ما بين المبادرة والاستعجال المبادرة حد حدد الهدف ودرسه وعرفه فبيسرع اليه لانه بيترك الكسل فالمبادرة في مقابلها الكسل والعجز فانت بتبادر عشان تتخلص من الكسل والعجز مش بتبادر عشان تقدر تتصف بانك مستعجل لا يا سادة احنا نحتاجين نهدى شوي نهدى شوي مش معناها ان احنا نكسل لا عارف تهدى يعني ايه تعال اقول لك شوية حلول لو سمحت خد نفس خد نفس يعني ايه خد نفس يعني انظر لمدد ربنا يجيب لك ايه فكر لان الفكر ده تجيب منح من ربنا هفكر فخلينا نتفق على شوية حاجات اول حاجة لازم نتفق عليها لو سمحت لازم تدير افكارك يعني لما تجيلك الافكار اوعى تنسق وراء الفكرة مباشرة لكن على الاقل ادن نفسك تلت دقايق تفكر في الفكرة مهما جات لك طيب اذا كان المأمر سريع ادن نفسك على الاقل لتلاتين ثانية فكر لازم تعرف ان المسائل محتاجة تريث محتاجة انا عشان ايه اول تلت اسئلة لازم تسأل نفسك فيها هل يرضى الله سبحانه وتعالى عما اريد ان افعله امر التاني ايه حجم المنفعة اللي انا احصلها الحياة التالتة ازاي احصل ده من غير مهدم لقيمي ولا ادفع تكلفة عالية من حياتي ومن شخصيتي لما تفزق للاسئلة دي مع الوقت هتلاقي الاشياء دي بتتحصل بسغولة وبيوس بس انت لازم تتعود كده ايه ده اللي انا قلت ده اللي قلت ده تيجلب لك الحكمة وما يؤت الحكمة فقد قوتي اخيرا كثير بتلاقي فيه ناس كده شباب بنا كده تلاقي كل الناس يكلموا كل الناس ينفعلوا وهو في الاخر خارس يقول عبارة يقول له ايه ده كلام الحلو ده ليه لان الانا من الله هبة مش التأني من الله يعني هبة والهبة دي ما بتجيش للشخص اللي مش مستعد لازم تأخذ بالاسباب يبقى اول حاجة ادن نفسك فرصة قبل ما تعمل افكار الحاجة التانية عود نفسك اعمل لنفسك كل يوم جرعة من الصمت في عبادة اسمها عبادة الصمت فلياكل خيرا او ليصمت اسمت عشان ما تستعجلش لان كتير من الناس بلويهم من استعجلهم في الكلام اسمت اقل مدة ممكن تصمت فيها عمدا عبادة نص ساعة بتقعد نص ساعة صامت ما بتتكلمش بتفكر بس بتفكر وبتراجع تفكيرك وتمشي في مراحل التفكير السليم الحاجة التالتة انت محتاج لما تيجي تستعجل او لما تيجي تستعجل تدخل على الاستعجال تدعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء يطيب خطرك وليكن الدعاء يا مولاي يا من خلقت من نعمك على العباد التأني اسألك يا مولانا مددا منك يجعلني يطيب خاطري فانظر الى نور حكمتك فاسعد بها يا رب العالمين او اذا ما كنتش تقدر تحفظ هذا الدعاء تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي اشتركوا في القناة